الله نعرب كسرت القوات المتركة في الساحل الغربي صورة الانتصارات النمطية الذي حاولت ميليشيات الحوث الإرهابية أن تصرعها طيلة عامين ورفضها لما يسمى بالانخراط في عمليات السلام والإصرار على التصعيد العسكري أوهنوا من بيت العنكبوت هي الميليشيات الإرهابية التي تساقطت كافة حصونها في محيط ثلاث بحافظات يمنية بعملية واحدة خاطفة وصلت إلى أطراف إب وتوغلت في مقبنة تعز ووصلت إلى حدود أكبر مديريات محافظة الحديدة متمثلة بالجراحي خروج القوات المشتركة من إطار الدفاع والتحول إلى الهجوم هو كلمة السر البارزة في هذا التقدم وهي الطريق السالك في التعامل مع ميليشيات لا تعرف سوى لغة البندقية في الخطاب كما أن الهجوم من محاور متعددة وتجاهات مختلفة هو ما أزر النصر عسكريون يرون في الساحل الغربي مضرباً للمثل لقياس بقية الجبهات المناهضة لميليشيات إيران في اليمن فالتحرك إلى الأمان بعمليات الهجوم هو الدواء لكل باء حوثي والتحرك من محاور عدة هو أساس المطلب القاضي بتحريك جميع الجبهات دفعة واحدة المعارك ضد الحوثيين بحاجة إلى رصي صفوف القوة وترتيبها بما يضمن إحداث الاختراقات في العنب وضمان التضافر من الجميع لتحقيق نصر وكسب ولاءات أصحاب الأرض تأميناً لكل شبر تم تحريره بما يضمن عدم عودة الحوثيين إليه بالتفاف شعبي فانتصارات الحوثي لا تأتي إلا بالخيانة وتقدماتهم لا تكون إلا بالخذلان في الساحل الغربي صدقت النوايا ففرش اليمنيون من العامة هناك الورود لتقدم القوات وهو ما يقول واقع المعركة في مقبنة التي نادت الميليشيات الإرهابية جموع أبناء ميراب شمير للمشاركة فيما أسموها وقفة احتجاجية لغرض التحشيد والتعبئة وقوبلت دعوات بمقاطعة شعبية لتتلقى الميليشيات صفعة وتعرف حجمها ومقدارها في صفوف اليمنيين الرافضين لتواجدها وسياسة حكمها لا يبالغ من الفرد حين يتحدث بأن لا قبول شعبياً للميليشيات في أوساط اليمنيين فمحاولة الحوثي استعراض جموعه بين الفينة والأخرى في الشوارع الضيقة والساحات المفتوحة خير دليل على محاولة فرض لون الشعبية على تواجده وما يزال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات في انتظار صدق العزائم لتفجير ثورة الغضب من الداخل